قرية تاجمة ببلدية عنفزة ثروة طبيعية رشحتها لتكون مشروعا لقرية فلاحية للزراعة البيولوجية من شأنها أن تحول من قرية معزولة إلى قطب فلاحي بامتياز لتوفرها على تربة فلاحية رائعة وثروات حيوانية هائلة وجدت الرؤوس ثلاثة للناجح وهي الفلاح والمسؤول والباحث وهذا شيء مهم جدا ونحن فرحانين به وإن شاء الله ينجح المشروع في تاجمة ونبعد نعموه على كامل قطر للجزائر مشروع استحداث قرية للزراعات البيولوجية بقرية تاجمة تقبله فلاح المنطقة بصدر رحب آملين أن يعود عليهم بالنفع والفائدة هذا خير نسموه هذا خير نسموه للبيت والفلاحي رحهم تقبلين من جميع الجوانب وراهم عازمين بش يكونوا إن شاء الله ندرة المياه بالمنطقة هو الهاجس الوحيد الذي يعرقل نجاعة المشروع إلا أن بعض الخبراء جاءوا بالحل البديل الذي يقلل من استهلاك المياه وكذلك دعم من السلطات سيساهم في إزالة هذه القيود النظام هذا يهز 25 لترمى في هذا الصندوق يتندر تحت الشجرة لمدة يورد شجرة يسقيها لمدة أزيد من 6 أشهر يعني من 6 أشهر حتى أزيد من أشهر وهذا النظام هذا التقنية يعني مبنية على أنها فيها موحدة ريزارف هذا سبيسيال لو كان تصب النو مرة أو مرة في العام يعني يعود يتجدد ويعمر هذا الصندوق شكرا على هذه الخطوات التي يقوموا بها لتشجيع الفلاحة البيولوجية وانتمنى إن شاء الله تكون قرية نموذجية على مستوى البلدية الزراعة البيولوجية وسيلة لتحقيق الزراعة المستدامة من أجل رفع الإنتاج وخلق سوق للتصدير وإيصال خضر بيو الجزائر للعالمية ترجمة نانسي قنقر